تسريبات وتفاصيل لصفقة مشبوهة كشفتها الجزائر بين المغرب والكيان الصهيوني السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا إذن فجرت مصادر جزائرية تفاصيل صفقة مشبوهة تبخت في كواليس عقبة اعتراف المشبوه للمحتل الغاضب بسيادة المغرب على جمهورية الصحراء الغربية فوق متابعين للوضع الإقليمي فقد شكل اعتراف الصهيوني بسيادة الاحتلال المغربي على الأراضي الصحراوية لاحدث داخل غرف صناع القرار على الصعيد الدولي وخاصة الجزائر وهذا لأنها بين كيانين أحدهما يبحث عن اعتراف للآخر وهو ما فجر تفاصيل الصفقة المشبوهة التي أبرمها المحمد السادس مع بين يامين وفي ذات السياق تسأل الكثير من المراقبين عن المقابل الذي سيحصل عليه الكيان الصهيوني من الاعتراف المشبوه لهذا الكيان بالسيادة المزعومة للمملكة العلوية على الأراضي الصحراوية المحتلة وهل سيصل الأمر إلى حد المعاملة بالمثل أي الاعتراف بسيادة الكيان على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو الموقف الرائج بعد الرسالة التي كشف عنها القصر العلوي في الرباط والتي مصدرها رئيس حكومة الكيان الصهيوني بين يامين فالأعراف الدبلوماسية كما هو معلوم تقتضي المعاملة بالمثل اعتراف مقابل اعتراف ومع تصاعد وطير التطبيع ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة بل لم تكن متوقعة يحكم الكيان الصهيوني قبضته على مقاليد صناعة القرار في الرباط ومعنى ذلك أن الموقف من قضية مركزية مثل القضية الفلسطينية تصبح رهينة وهذا هو المنزلق الذي يتخوف الشعب المغربي من حدوثه في المستقبل القريب